بين حنة ومنة ضاعت لحنة ايه ده بمرة اسمع المثل وانا كمير تعال اقولك كثة مثل بين حنة ومنة لكن بين زمن الاساطير راجل الجميل متجوز اتنين واحدة منهم عمرها كبير وواحدة منهم سنها صغير وكت كوتا وبتدلع والراجل ده كان عنده لحية كبيرة اللحية دي كان فيها شعر ابيض وفيها شعر اسود وبعد ايه؟ لما كان يروح عند الستة الكبيرة في السنة او السيدة الكبيرة في العمر كانت دايما تندفله الشعب الاسوي عشان تخليه دايما اللحيته لونها ابيض فيبقى كبير زيها اما البنوتة الصغيرة كانت دايما لما بتلاقي عنده شعر ابيض كانت بتدعي وبتحس انه اكبر منها في العمر وعشان تحس انه هو صغير وقدها في العمر كانت كمان بتشيل اللحية البيضة اصبح بين اللحية البيضة بتتشال واللحية السودة بتتشال بس لقت ما عندوش ولا حاجة من اللحية ما فضلش منها ولا شيء وعشان كده قال بين حنة ومنة اتشالت لحنة حنة دي كانت مراته الكبيرة في السن ومنة كانت زوجته الصغيرة في السن دول كانت اسميهم فعلا اسماء زوجاته وعشان كده اتقال المثل بين حنة ومنة اتشالت لحنة وبس كده وده كان مثل النهاردة واستنوني في قصة مثل عبرة حتمة في رمضان ورمضان كريم سليم